تعال نروح بقى لباقي الحاجات التانية لصابر كميل ونتكلم عن شغلك مع أنغام عملت إيه بقى مع أنغام؟ والله أنا في غاية السعادة أن أنا شغال مع الفنانة أنغام يعني أقيمة وقامة وحاجة يعني إحساس فوزية أنغام وحتى شغلي معها جيب الصدفة بدون أي ترتيب مني كان في بداية تعاوننا مع بعض كدغينا واسمها هدنة قسرت الدنيا لحن الملحن مصطفى العسال كان هو اللي أرسلها لها فأعجبت بيها جدا وحبيتها ونزلتها جينا بعدها في بحبك وبرتحلك الغنوة اللي بعدها سمعها لها الملحن صديقي الملحن مهوب إيهاب عبدالواحد مش عرف أنها كلامي برده وكان سابق تعاون بيننا يعني في إيهاب حتى قال لي سمعت الغنوة وحبيتها جدا وبعد وقت أيام مثلا أو يعني مش في وقتها عرفت أنها كلامي قلت له يا مين اللي قالها صابر اللي كتب فلما كلمني وقال لي تبسطت جدا يعني أنها واقع الاختيار على الغنوة طب أنت لو حتختار بين الغنيتين لأنها تختار أني واحدة فيهم كل واحد أصل وهم مش شبه بعض لو أنت تختار أني واحدة فيهم أما أنا أختار بين حكتين شبه بعض وهم مش شبه بعض طب عشان نسمعها أنا عشان نسمعها أني واحدة فيهم لتحدد بحبك وبرتحلك اتصل واشترك في باقة ألفا متوفرة منفردة أو مع باقات أخرى من أو أس آن